هنجيب البن والطماطم هنجيب المبشرة وهبشر الطماطم معي بالشكل اللي انتو شايفينه دوت عشان عايزين عصير الطماطم بس تمام كده معي تبقى معي بالشكل دوت هحط بقى عليها معلقة كده صغيرة من البن وهقلب بقى كويس جداً تمام كده شايفين بقى بقى عامل معي زي المعجوم بالزبط هضيب بقى عليه معلقتين صغيرين من الزيت الزيتون والوصفة دي لازمن زيت زيتون كده شايفين بقى بقى عامل زي الكريم معي بالزبط يعني افضل بكتير من السبغة بقى والحنة وتقدري بقى اضفيها على اي منطقة عندك شعر ابيض طبعاً على الشعر الابيض بقى خصوصاً ديت يعني جربيها كل المكونات في البيت عندك يعني متوفرة عندنا في البيت يعني احسن طبعاً من الحاجات بقى الاكسجين بقى والكيمويات والحاجات دي كلها جربي بقى الطريقة ديت وان شاء الله هتعجيبك جداً واتمنى لو اول مرة تشوفي قناتي تدوسي اللايك واشتراك عشان يوصل لك كل جديد بازن الله اجيب بقى كياس بودرة التفتيح دي بتباع في الصيدلية ممكن تجيبي بقى اربعة خمسة ستة كل واحد على حسب طول شعره هي بتباع الكس يعني بخمسة جنيه مش اكتر من كده وعندي كمان هنا بقى الاكسجين الكريم دود اتناشر فيه تبقى تسعة بيبقى قل شوية بيبقى اخفض شوية بس اللي اتناشر يعني يسرع معاك على طول ويديكي بقى لون الدهب البني براحتك خالص ابدأ بقى افضل كده الاكياس طبعاً لو هتزبغي بقى شعرك سبغة لازمان برضو تعملي تأشير تعملي بودرة التأشير دي عشان خاطر يثبت على استبغى لكن لو حطتي استبغى من غير ما تعملي بودرة التأشير ديت مش هيديك اللون نبدأ كده نفضل الاكياس كده تمام هحط بقى الاكسجين عليه يعني مفيش اسهل من كده يعني ما تخلاش بقى معاك سيلة قوي عشان بس ما يحرقش معاكي الجلد نقلب بقى كده بالراحة ولو عزنا تاني نحط وكده عاز معايا تاني يعني ما نخلهاش ولا سيلة ولا تقيلة تنفع بقى طبعا تأشير مشت هايلايت اي حاجة يعني نعمل الكوافر في البيت بقى اهم حاجة بس تقليبي كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات هيا كده تمام معايا شايفة بقيت عاملة ازاي يعني ما تبقى السيلة معاكي اولا هاي تبقى تقيلة كده وتبدأ بقى تحطي على الشعر يعني بقى ومدت يعني كل واحد على حسب شعر وممكن تقب معاكي ربع ساعة آآ تلت ساعة كده يعني في ناس شعرها بطلقت على طول وفي ناس لا اول ما يديك الدرجة اللي انت عايزها اخسلي على طول شعرك تمام شايفين بقى بقى قوام عامل ازاي احنا بقى عايزين الكوام ده هتحطي بقى على شعرك وتبدأ زي ما قلتلك كده اول ما تحس اللون الدرجة اللي انت عايزها تقومي غسلة آآ شعرك على طول وان شاء الله تجربي الطريقة ديت وهتعجبك جدا واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي قناتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة